اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى في مادة العلوم مازلنا بنستكمل موضوع غاز الاكسجين تناولنا في الحلقة السابقة مكونات الغلاف الجوي وعرفنا اهمية الغلاف الجوي اضرار الاجسام العامقة عرفنا تركيب غاز الاكسجين احنا نعرف مع بعض ازاي نحسب نسبة غاز الاكسجين في الهوى الجوي بنشاط بسيط جدا شوية تعالوا كده نبص معايا الادوات اللي ممكن اجي ان انا احضرها عشان احسب نسبة الاكسجين في الهوى الجوي هنبص مع بعض الادوات اللي انا هحضرها حوض زجاجي مغبار مدرج وشمعة وماء ملون وعلبة ثقاء هعمل ايه هاجي اسبت الشمعة مشتعلة طبعا موجودة في حوض زجاجي وبيحتوي على ماء ملون الماء الملون ليه انا بستخدم ماء ملون ما استخدمتش ماء عادي ليه لعشان لما اجي اقدر اشوف المستوى اقدر ان انا احدده بجيب بغطي الشمعة المشتعلة دي بالمغبار المدرج زي ما هو واضح امامكو دلوقتي يبقى انا بجيب اول حاجة حوض زجاجي مملوء بماء ملون وبحط الجواه شمعة مشتعلة بعد كده بحط مغبار ايه مدرج اه طبعا والشمعة مشتعلة بعد شوية بحدد مستوى الماء الملونة قبل انتفاق ايه الشمعة وبعد كده بحددها بعد انتفاق وهي بحدد المستوى الماء الملون قبل وبعد انتفاق ايه الشمعة ده كده كان ايه قبل انتفاق الشمعة ده هنا بعد انتفاق الشمعة بلاحظ ايه بلاحظ ان مستوى الماء ابتدى ايه يعلى طب ليه مستوى الماء هنا ابتدى يعلى عشان الشمعة المشتعلة ابتدت ان هي تستهلك غاز الاكسجين اللي موجود في المغبار وابتدت المكان بتاعه ان هو هيحل محله الماء الملون لان ابتدأ ان انا استهلكت غاز الاكسجين في المغبار فهيبقى فيه فراغ او فيه مكان هيبقى فاضي بالنسبة لي ان انا الماء الملون هو اللي استهلك مكانه واستهلك مكانه تقريبا زي ما انتوا شايفين كده خمس حجم الهواء اللي موجود جوه المغبار بالنسبة لي يبقى هو انا عندي هنا الاكسجين بيمثل خمس حجم الهواء تقريبا يبقى زي ما احنا شفنا كده بنجيب حط زجاجي بنحط فيه ماء ملون وحط المغبار المدرك جوه الشمعة المشتعلة ولازم احدد مستوى الماء قبل وبعد انتفاق الشمعة كده بالنسبة لي يبقى انا حددت نسبة ايه الاكسجين في الهواء الجوي طيب انا ازاي بقى احضر غاز الاكسجين في المعمل تعالوا كده نبص مع بعض برضو هجيب الادوات دي زي ما هي موجودة امامكم على الشاشة وحكون جهاز ولازم جدا ان انا اعرف تركيب الجهاز وكل واهمية كل حاجة موجودة وكل مادة كيميائية انا بحطها اول حاجة بكون الجهاز ده طبعا بالمساعدة المعلم الفصل بتاعك المدرك المعلم الفصل بتاعك عشان اقدر ان انا اكون جهاز زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي عبارة عن انا جايبة دورك زجاجي وسدادة من الفلين مسكوبة سقبين وعندي قمع زجاجي لازم يكون موجود فيه صنبور عشان ان انا انزل فيه المحلول بطريقة بتكون ببطء مش بنزله مرة واحدة بعد كده عندي انبوبة زجاجية وعندي حوض وطبعا باخد عدة مخابير زجاجية ليه عشان احضر كميات كبيرة من غاز الاكسجين في كل مقبار عشان هنعرف بعد شوية الخصائص بتاعت والخواص بتاعت غاز الاكسجين وشوية انا عندي شوية مية زي ما هي متوضح قدامكم كده وعندي اللي بيحصل ايه بقى ان انا اول حاجة بحط ثاني اكسيد المانجنيز وبعد شوية بفتح الصنبور عشان ادخل منه محلول فوق اكسيد الهايدروجين اللي هو بنسميه ماء الاكسجين اللي بيمكن تلاقوه في الصيدليات بيتباع اول ما انا بفتح ببطئ جدا فبيتم تفاعل بيحصل ان انا بنزل محلول فوق اكسيد الهايدروجين حيتحل اللي عندي ليه حاجتين اللي هي مية هتفضل هنا موجودة في الدورة وفقعات غزاء غازية بتكون موجودة هنا هي بتعتبر هي غاز الاكسجين طيب يبقى انا زي ما احنا شفنا كده ان زي المية وغاز الاكسجين اللي هي الفقعات الغازية اللي هي بتتكون وبعض اقرر هذه التجربة اكثر من مرة عشان ان انا احضر غاز الاكسجين بكميات كبيرة ثاني اكسيد المنجنيز هنا بالنسبة لي ثاني اكسيد المنجنيز بالنسبة لي هنا هيكون عامل مساعد او عامل حفاز ان هو بيصرع من معدل سرعة التفاعل مش اكتر لا حجمه بيقل ولا نسبته بتقل تمام يبقى انا بالنسبة لي ثاني اكسيد المنجنيز ده بيعتبر هنا عامل حفاز او عامل مساعد بس مش بيأثر في التفاعل غير ان هو بيعدل سرعته بس فقط اما المكون الاساسي اللي بيحضر لي غاز الاكسجين هو محلول فوق اكسيد الهايدروجين ده اللي بيتفكك ليه مية وغاز الاكسجين يبقى زي ما احنا يساعدين ان فوق اكسيد الهايدروجين بيتحلل فيه وجود طبعا ثاني اكسيد المنجنيز لمية وغاز الاكسجين وهنا بيبقى ثاني اكسيد المنجنيز بدون تغيير في الكمية او الخواص عشان كده بسميه عامل مساعد او عامل حفاظ طيب نيجي بعد كده لعلماء افادوا البشرية عندي اول حاجة اكتشف غاز الاكسجين ازاي اكتشف في البداية في الصين القديمة عام 1800 قبل الميلاد واعاد اكتشافه جوزيف وي في اغسطس وبعد كده اطلق عليه انتوان لافوازي اسمه اكسوجين طيب الكود اللي قدامك وظاهر ده قدامك ايه انت مجرد ما انت تجيب اي برنامج QR code reader تقدر انك انت الكود ده بيبقى موجود قدامك في كتاب المدرسة تقدر انك انت تعمل اسكان عليه هيتفتح لك لينك بيشرح لك فيديو من بنك المعرفة المصري بيشرح لك فيديو بيوضح لك فيه كيفية اكتشاف غاز الاكسجين بطريقة شيقة جدا وممتعة انصحكم كلكم ان كنتوا تفرجوا عليه وحتى لو انت بتتفرج علي دلوقتي وخدت صورة بالموبايل مجرد ما انت تيجي تعمل اسكان بعد كده بيزهر لك اللينك الفيديو تمام نيجي بقى عايزين نكتشف خواص غاز او خصائص غاز الاكسجين احنا حضرنا عدة مخابير من غاز فيها غاز الاكسجين دي بطبعا موجود فيها عشان نشوف فيها كل خصائص كل حاجة كل خاصية من الخصائص اللي احنا هتكلم عليها دي بالتفصيل اول حاجة لو جيت بسيط على غاز الاكسجين حلاقي ان هو ليس له طعم ولا لون ولا رائحة يبقى اول حاجة هو ملوش لون طبعا ولا ليه طعم ولا ايه رائحة تاني حاجة عشان اعرف اذا كان هو فعلا بيدوب في المياه او ما بيدوبشي باجي بحط غاز الاكسجين جوه الماء ما بلاقيش ان هو بيعتبر شحيح الدوبان في الماء يعني لو جيت ده بيدوب في المياه بنسبة صغيرة جدا طيب برضو عشان كده انا لما جيت حضرت غاز الاكسجين انا حضرته عن طريق ان انا عملته بالازاحة السفلية للماء لان هو شحيح الزابان في الماء برضو لو انا جيت مخبارين وجيت وضعتهم واحد اللي تحت مثلا يكون اللي هو الهواء وفوق مثلا غاز الاكسجين حلاقي ان غاز الاكسجين بيجي لاسفل لان هو اسقل من الهواء فلو اجي انا اعرف منين اذا كان فعلا ان ده اسقل من الهواء ولا لأ باجي ان انا بختبره بشازية مشتعلة الشازية مشتعلة دي زي ايه مثلا انت لو جبت حتى البخور لو ادي عاملة زي الشازية انك انت لو قربتها من غاز الاكسجين هتلاقي ان هو غاز ما بيشتعيش لكن بيساعد على الايه الاشتعال تمام جينا برضو دخلنا شريط المغنيزيوم واشعلناه في وجود غاز الاكسجين ده هيكون لي مادة بيضاء معنى كده ان هو بيتفاع طيب يبقى احنا كده نقدر نلخص ان خصائص غاز الاكسجين معايا ان هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة قليل الزوبان في المية لا يشتعل ولكنه بيساعد على الاشتعال اسقل من الهواء لان كسافته اكبر من كسافة الهواء حيث ان هو يحلم حل الايه الهواء لما بيجي يتحد مع المغنيزيوم بيكوني اكسيد الايه اسمه احتراق لو كان ببطء في وجود مية ده بسميه تأكسط تمام صدق اللي هو زي صدق حي يعني لو جينا بقى شفنا ازاي صدق الحديد بيتكون او التأكسط ده بيتكون لو انا جبت شوية مسامير او حتى لو جبت سلك مواعين وجيه تعرضته شوية للمية بعد كده ان هو يتعرض له الهواء اللي فيه الاكسجين بعد شوية بتحس ان هو بيتأكسط او بيزدق ده الصدق هو ده اتكون ده ده الصدق عبارة عن اكسيد الحديد اللي اتكون فيه خصائصه وخواصه وطبعا ده ممكن بيتكون فيه ببطء مش سريع طيب عشان نشوف بقى هل كتلة المادة بعد اتحادها بالاكسجين بتزداد ولا لا لو انا جبت مثلا اتنين سلك مواعين كده واحدة حرقتها والاخرى اه 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 يعني ان هي زي ما هي سليمة وجبت شفت الميزان قبل ما تحترك وبعد ما تحترك وجبت ان انا استهم هم اللي اتنين بقياس الميزان الحساس زي الميزان الرقمي اللي واضح قدامكو اه ده حيديني هلاقي ان كتلة القطع اللي هي المشتعلة بتكون اكبر من كتلة القطعة اللي فيها السلك قبل الايه الاشتعال معنى كده ان كتلة المواد بتزداد بعد اتحادها الاكسجين لان انا مثلا ايدي المادة الوحدي لوحدها بتبقى اه كتلة لها كتلة لما بيتحد معاها الاكسجين بليبقى لها كتلة ايه اخرى تمام طيب يبقى احنا كده قبل ما نعرف اهمية الغاز الاكسجين عايزين نرجع مع بعض كده اه خصائص غاز الاكسجين اه يبقى اول حاجة انه هو غاز بيبقى عديم اللون عايزة الطعم والرائحة قليل الزوبان في الماء اثقل من الهواء لا يشتعل ولكنه بيساعد على الاشتعال تمام طيب تعالوا كده بقى نشوف مع بعض غاز الاكسجين ليه اهمية كبيرة في حياة الانسان وجميع الكائنات الحقيقة اول حاجة ليه لان الجزء لانه هو بيدخل فيه تركيب الماء لان الماء عندي بتتركب من ايه من زرتين اكسجين ام من زرتين هيدروجين وزرت ايه اكسجين يبقى بتتكون من زرتين هيدروجين وزرت ايه اكسجين طبعا ضروري لعملية التنفس والاحتراق احتراق الغذاء داخل الخلايا الحياة لانتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية لان انت اول من تتين تخطوها في الصف الرابع الابتدائي ان بيتم عملية التنفس يساعد على الاحتراق الداخلي الاحتراق للغذاء داخل الخلايا الحياة عشان انت تقدر تاخد ايه طاقة طيب برضو غاز الاكسجين بيدخل فيه تركيب غاز الاوزون وبيشكل طبق الاوزون طبعا لتحمي الارض من الاشعة الفوق بنفسجية الضرة عندي غاز الاوزون ده بيتكون من ثلاث ضرات اكسجين وهي طبقة موجودة بالغلاف الجوي بتحمي الارض من الاشعة ايه الضرة طيب برضو غاز الاكسجين انا بضغطه في استوانات ده عشان اتنفس بيستخدمه في التنفس الصناعي اثناء العمليات الجراحية الغوص في الغوص تحت الماء او التسلق الجبال لان غاز الاكسجين يكل كلما ارتفعنا عن سطح الايه الارض يعني انت كلما تيت ارتفع عن سطح الارض وتطلع في الجبل بيكل غاز الاكسجين طيب بيستخدمه كمان في قطع ولحام المعادل عشان انا بخلطه في غاز الايه مع غاز الاستيلين اللي بيديني لها باسمه ايه لهب الاكسي استيلين والتصل درجة حرارته لتلات تلاف وخمسميد درجة مقوية تكفي لصهر الايه المعادل تعالوا بقى كده مع بعض نلخص اللي احنا اتكلمنا فيه من بداية الحلقة احنا كنا نتكلم عايزين نحسب نسبة غاز الاكسجين في الهواء وقلنا ان هو بيمثل بيمثل حوالي خمس حجم الهواء تقريبا وقلنا خصائص وازاي بنحضر وقلنا خصائص غاز الاكسجين وازاي بنحضر غاز الاكسجين في المعمل واننا بنحضر غاز الاكسجين في المعمل عن طريق مين اهم مادة انا سمعاكو اللي هو فوق اكسيد الهايدروجين تمام فوق اكسيد الهايدروجين اللي هو ماء الاكسوجين لما بيجي انحل بنحل الماية وغاز هو يعتبر كعامل حفاز او عامل مساعد بيصرع بس من معدل سرعة الايه التفاعل بعد كده قلنا ان خصائص غاز الاكسوجين بعد محضرناه انه هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة قلنا انه هو بيكون اثقل من الهواء لما جيت حضرته حضرته عن طريق الازاحة صفلية للماء عشان هو شحيح الزوبان في الماء جيت قلت برضو ان هم غاز الاكسوجين بيدخل طبعا فيه عمليات كثيرة زي قلنا انه هو ممكن ان انا دخله فيه استوانات بفيه اثناء العمليات الجراحية او الغوز تحت الماء او ان انا استخدمه فيه تسلق الجبال لان غاز الاكسوجين بيقله كلما ارتفعنا عن سطح اللي ايه الارض تمام طيب تعالوا كده ممكن نعمل ايه مع بعض عشان نلخص غاز الاكسوجين في لعبة كده برضو هتيجي انت مثلا هتا ايدك الخمسة ايدك الخمسة كده هتسأل نفسك اول حاجة مين اللي اكتشف غاز الاكسوجين اول واحد اللي اكتشفه اه انتوان سمعاكم جوزيف تمام بعدين ايه وبعد كده طبعا اللي اطلق عليه مين اه انا سمعا في ناس هيت تتجاوب تمام اه اللي اكتشف بعد كده وبعد كده بعد اول واحد هي كان اكتشفه في الصين طبعا وبعد كده اه العالم اللي هو جوزيف بريستليلي وبعد كده لافوازين تمام الخصائص بتاعة غاز الاكسوجين ايه اه عديم اللون والطعم والرائحة ايه كمان اصقل من الهواء ايه كمان شحيح الزبان في المية تمام طيب انا ممكن احضره ازاي عن طريق فوق اكسيد الهايدروجين بوجود مين ثاني اكسيد المنجنيز ثاني اكسيد المنجنيز هناك ايه عامل مساعد او عامل حفاظ بيصرع بس من معدل سرعة التفاعل اما مين اللي هو مسؤول على وجود غاز الاكسوجين هو فوق اكسيد الهايدروجين لما بيجي ينحل الى اكسوجين وماء طيب تمام طيب لماذا بيعتبر غاز الاكسوجين مهم بيعتبر غاز مهم عشان هو ان بيخش طبعا في العمليات الحيوية اللي هي عملية التنفس ان انا بيساعد على الاحتراق واي اعطائي ايه الطاقة بيخش برضو بندخله لما بيجي يعمل الاشخاص عمليات جراحية لما يجي وتسلقوا الجبال لما بيجي في الغوص برضو ممكن استخدمه مع الاسيتيدين غاز الاستيدين الديني اكسي اسيتيدين بدرجة حرارة 3500 بيستخدمه في الحامل معادل برضو ان انا ممكن استخدمه برضو في التنفس دي اهم عملية عندي موجودة طيب تعالوا كينا نلعب مع بعض غاز يستخدم في تحضيره محلول فوق اكسيد الهايدروجين انا سمع اكيد في ناس بتقول دلوقتي غاز ايه اللي بنستخدم في تحضيره غاز ايه اللي بنستخدم في تحضيره محلول فوق اكسيد الهايدروجين طبقة بيه الغلاف الجوي بتحمي الأرض من الأشعة الضرة القادمة من الشمس طبقة الأزون مادة تستخدم كعامل مساعد في انحلال فوق أكسيد الهايدروجين والليه ماء وأكسوجين ساني أكسيد المنجنيز طيب تمام مادة كيميائية مستخدمة في التحضير هي بقى اللي بستخدمها في التحضير نفسه في المعمل وبتنحل دي أكسوجين وماء هي طبعا محلول فوق أكسيد الهايدروجين تمام هذه الإجابات قدامنا لو حابين ان احنا ناخد صورة منها تمام دي الأسئلة المهمة اللي ممكن تقابلك في علل في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه لما يجي يقولك طبقة الأزون لها أهمية في الغلاف الجوي هقوله عشان لأنها بتحمي الأرض من الأشعة الضرة اللي بتأتي من الشمس وهي الأشعة الفوق بنفسجية أجي أقولك ليه بنستخدم استوانات غاز الأكسوجين في تسلق الجبال لأن الأكسوجين بيقل كلما ارتفعنا عن سطح الأرض جزء الأكسوجين بيختلف عن جزء الأزون في ايه؟ جزء الأكسوجين بيتكون من قطع ولحام المعادل لأن درجة حرارة بتصل ل3500 درجة مقوية طبعا ويدي درجة حرارة عالية جدا ولما أجي أقولك ليه بيرمز لغاز الأزون بالرمز O3 لأنه بيتكون من 3 زرات أكسوجين شكرا جدا شكرا جدا وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله ودرس غاز ثاني أكسيد الكربون وأتمنى من أنتم تكونوا استفدتوا معينا النهاردة شكرا